التراجي وركز معايا في اللي جايدة التراجي وركز معايا في اللي جايدة لو زميلي صحولي حتى لما دخلت للستوديو كان التراجي متقدم على اتحاد العاصمة بهدف دون رد في رادس في تونس والتراجي كان كسب عفوا شبيبة القبائل والتراجي كان كسب شبيبة القبائل زهابا في الجزائر 1-0 قالوا لي دلوقتي النتيجة بقت 1-1 قالوا لي دلوقتي النتيجة بقت 1-1 لو سجل شبيبة القبائل هدف تاني يصعد فاضل 4 دقائق على نهاية المباراة فاضل 4 دقائق على نهاية هذه المباراة 1-1 لو شبيبة القبائل سجل هدف تاني يصعد إلى السمي فاينل لمواجهة النادي الاهلي حافظ التراجي على هذا التعادل يلعب مع النادي الاهلي في نصف النهائي فريق التراجي التونسي طيب في قص وفيه حكاية تركز معايا فيه عشان دي نقطة مهمة جدا مش هقولك انفراد بس بسرعة عملنا سيرشو ايه وافتكرنا الواقع يعني التراجي في بطولة أفريقيا 2021 نصف النهائي أمام النادي الاهلي جماهير التراجي قامت ببعض أعمال الشغف في هذه المباراة لو تفتكروا يعني بعدها الكاف أصدر قراراته ضد نادي التراجي وهناك عقوبة واضحة التراجي سيحرم من جماهيره في مباراتين مع إقاف التنفيذ لمدة عامين لو تكررت أحداث شغب أخرى يتم تطبيق هذه العقوبة جماهير التراجي الآن تأجلت أو تأجل بدء الشوت الثاني في مباراة شبيبة القبائل حوالي أربعين دقيقة بسبب أعمال شغب من جماهير التراجي التنسي واقعة سليمة واضحة وبالتالي طبقا لقرار الكاف من عامين تحديدا في شهر 7 2021 طبقا لقرار الكاف مرة أخرى اللي هو حرمان نادي التراجي من جماهيره على ملعبه لمباراتين مع إقاف التنفيذ ولو تكررت الواقعة خلال عامين اللي هي أحداث الشغب يحرم التراجي من جماهيره من مباراتين تلقائية طبقا لهذه العقوبة وبالتالي لو الأهلي واجه التراجي المباراتة خلاص فضل لها دقيقتين وغالبا هيواجه فريق التراجي هيلعب النادي الأهلي في رادس دون جماهير التراجي مرة أخرى لو الأهلي واجه التراجي في نصف النهائي يلعب النادي الأهلي مبارات الزهاب مبارات الزهاب اللي هتكون يوم 12 مايو في تونس دون جماهير التراجي لابد أن يضغط الأهلي سريعا في هذا الأمر وهي أصلا هي مش محتاجة كمان ضغط هي عقوبات معلنة ما فيهاش يزار يعني لو تسألنا أنا أنا ما حبش أبدا أي مبارات كم من غير جماهير بس لو تسألني على مصلحة النادي الأهلي فطبعا لما الأهلي يواجه التراجي وهو محروم من عنصر مهم جدا وهي جماهير محترمة جدا جماهير التراجي فأكيد فيه أفضلية للنادي الأهلي وهو ده اللي إحنا عايزينه وهو ده اللي إحنا عايزينه إن شاء الله فدي نقطة هتفيد للنادي الأهلي كمان في نصف نهاية دورة أبطال أفراق أول ما الترجع يا جماعة بس أنا بكلم زمايلي في الكنترول أول ما الترجع المباراة تنتهي قلولي عشان نأكد على المعلومة مرة أخرى طيب